بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم بالجو خضرة وكشته هناك في جبل بيتر وهايدي يركضون خلف الجبل انا بيعرف بيتر وهايدي يروحون ليش خلف الجبل اوكي خلع معناك حركات الشيبان اليوم راح تكلم عن السيرفرات كيف تسوي سيرفر وعيش النسخة المناسبة للسيرفر التوزيع المناسبة اوكي انا بحاولي ما ثارث الكثير بالكثير خمس دقائق ان شاء الله خمس دقائق تكفي ساعة 237 يعني بما اني ضعيفة الحساب لما تكون 42 راح تنخلصت الدرس ايش انواع السيرفرات اوكي السيرفرات المعروفة 2-3 انواع كثيرة كل شخص له يعني حاجة معين للسيرفر ممكن شخص يخترع نوع معين خاص له بالسيرفرات لكن السيرفرات المعروفة السيرفر الرقم واحد له السيرفر المحلي الفائدة منه تخزين المعلومات تخزين البيانات اوكي فمثلا ممكن قطاع بشركة مؤسسة باي مكان هكومية او اهلية مدرسة تمام ممكن اعطوهم سيرفر الفائدة منه تخزين معلمات عن المستخدمين عن الطلاب موظفين نتائج وغاتب شغلات زي هذي يكون موجودة كل البيانات هذه على السيرفر هذا عشان هو السيرفر عنده قدرة على التخزين له قوة معينة بالمعالجة سريع و الى اخره تمام وهذا هو السيرفر الاول اما السيرفر الثاني في السيرفر يكون لا سيرفر يخدم قطاع خارج القطاع الداخلي خاص به السيرفر المدرسة او روبط باي بي معين روبط بالانترنت وقدرة ناس تدخلوا من بعيد هذا نوع ثاني من السيرفرات اوكي عندنا السيرفرين سيرفر محلي و سيرفر محلي خارجي نت و انترنت و لوكل سيرفر الاخره طيب هذا هي السيرفرين الاساسيات المعروفة طيب هنعرفنا انه الهدف الاول من السيرفر المحلي هو انه التخزين هذا الفائد الاولى منه وطبعا ممكن يكون عليه خدمات معينة من ضمن الخدمات الممكن يكون موجودة اللي هي مشاركة ملفات يكون بسيرفر فيه امكانية انه يشارك ملفات يعني يدخلون موظفين ومدرسين ما الى اخره يحضرون مثلا هنا يحطون باي بينات معينة مستندات نصية عروض تقديمية ملفات فيديو صوت اي شيء بحثنا متشاركو مع بعض كلهم المجلد هذا اوكي هذه الفكرة اللي هو سيرفر التخزين ممكن يترك كأرشيف لملفات قديمة ممكن سيرفر التخزين نفسه يكون عليه جافا سكريبت جافا بشكل عام كرغة برمجة يستفاد منه او ممكن يكون عليه بي اتش بي وهذا هو الاغالب يكون عليه بي اتش بي فافضل مثال مثلا كالسيرفر دراسي اللي هو سيرفر موديل موديل بي اتش بي معروف الموديل هذا يكون منزل على هذا يكون مثلا الطلاب يختبرون عن طريق الكمبيوتر عن طريق السيرفر هذا نفسه فلما تستخدم البي اتش بي ممكن تستخدموا انشاء تطبيقات معينة ممكن استعلامات معينة يكون في قاعدة بيانات وتربطه ممكن استخدم الخدمتين الاساسيتين كبريد تخزين بيانات واستعلمات هذا السيرفر اللي هو محلي اما الخارجي ممكن استخدم لي الاستعلمات وهذه بالاضافة الى ممكن استخدم الافادة ناس خارجيين فهذا هو الفائدة منه تستفيد منه الناس بعيدين عن السيرفر الميل سيرفر اللي هو يسمى الخادم البريد هذا الفائدة منه انه يعطيك امكانية انك ترسل البريد منه وتستقبل البريد عليه هذا الخدمة طبعا ممكن ثبتها هذه انواع السيرفرات اللي من الاثنين لكن هناك سيرفرات مخصصة كما تقول هذا السيرفر كامل ميل سيرفر هذا السيرفر كامل مثلا انتي فيروس سيرفر هذا حق الويندوز و الى اخره لكن انت ممكن تجمع كل خدماتك هذه بسيرفر واحد كيف تبني السيرفر اذا كنت تبني سيرفر اذا كنت تبني سيرفر قينو لينكس وهذا هو اللي متخصص بنا والله اعلم عن الباقي فكل ما عليك تسويه انك يكون عندك خلفية بسيطة عن كيفية تثبيت البرامج و كيفية ادارة النظام بشكل مبسط هذا اللي تحتاجه عشان تعرف الادارة لكن اذا كنت مدير سيرفر مختص في اشياء معين لازم تكون محترف بالمجال هذا زي ادارة المستخدمين ضبط الصلاحيات ادارة الخدمات هذا الشيء اللي يكون لازم تكون محترف فيه وهذه شهادة ردهات تتركز عليه بشكل كبير اللي هو الملفات التصريح و الاخره و ادارة الخدمات تمام بس هذي شهادة هالهندس عشان تصبح مهندس معتمد من بردهات تاخذ الشهادة هذي عبارة عن حاجتين فقط تركز عليه على الحاجة هذي و الحاجة هذي طيب هذي الفكرة اللي هو مدير استيرفر صارت واحدة واربعين و انا بعد خلصت مراح اخلص تاكلين خلصت من الموضوع اللي هو النسخة المدير استيرفر تمام كيف تبني استيرفر جميل قتلي بكون عندك فكرة معينة من وقت تتعلم القناة مليانة مليانة ممكن تدخل تبحث عن دروس مليان الويب عاجات كثيرة فاذا كنت بيدروس فيديو عندي بالقناة مليان 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 تكلمت عن التوزيعات الاساسية طيب هذي كيف تبني السيرفر لكن سيرفر محلي كيف تبنيه زي ما قلت لك جيب اي توزيع اي ان كانت التوزيع هذي اوكي لينكس منت ابونتو ردهات في الدورة وبنزوزة ارش لينكس لاكووير جينتو مش بعد حقا نكمبل العاشر جينتو 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 اجيب اي واحدة من التوزيعات هذي اتناسبك تقول انا افهم بس توزيع هذي اقدر اركب برامج احذف برامج يتعامل معه بطريقة سهلسة اعجبتك جيب التوزيع هذي ينزل علي الخدمات الخاصة بالسيرفر لان السيرفر عباره عن برامج ما في نسخة واحدة تروح تجيبه تقول له هذه النسخة هذي تنفع سيرفر وهذي ما تنفع سيرفر خطأ كل السيرفرات ممكن تتحول الي السيرفر مجرد من انك عفوا كل التوزيعات تحولي سيرف مجرد من انك تثبت بعض البرامج عليها تثبت مثلا سامبا سيرفر للمشاركة الملفات تثبت الفتي بي عشان الفتي بي ميل سيرفر ممكن تثبت سيكيور شيل وبعدين تجمع الخدمات ببعض يطلع عندك سيرفر تمام اغلابكم ممكن نسوي سيرفر وهو ما دري نزل الخدمات سيرفر عنده بالجهاز وهو ما يدري هو مجرد خدمات نزلة في توزيعات مختصة بهذا الموضوع لكن ما نعم من قول هذي توزيعها الافضل ليش لانه التوزيع هذي مجرد انه لما تثبت توزيع تحصل خدمات هذه تم تنزيله لك من التوزيعات هذه توزيعة Sint OS تمام Sint OS توزيعها على ردهات فانتحصل الخدمات كثيرة موجودة بالSint OS اذا كنت شخص متعود على ردهات او معك شهادة ردهات تمام عابك تستفيد من الشهادة هذه موضيع خبرتك ممكن تستخدم الSint OS تمام إذا كنت شخص من النوع الثاني فضل ديبيان مثلا فهم كنت نجيب ابونتو وابونتو سيرفر طبعا ما نجيب انتبه انه مبقى اي توزيع ابونتو تركبه سيرفر لان ابونتو فيه توزيعات غير مستقرة فهنا نزل توزيع ابونتو سيرفر مستقرة وطويلة الدعم او بشكل افضل نزل ديبيان اطول دعم اكثر استقرار تمام عن نفسي انا نزلت بالشركة عندنا اللي هو الدبيان سيرفر تمام وطبعا ما بده بن سيرفر دبيان ويزي العادية لكن نزلت بعض خدمات السيرفر وعباكتها مع بعض وطلع عندنا سيرفر جميل وسريع هذا كيف تسوي السيرفر نزل الخدمات تركبه مع بعض لكن كيف تديره في قسم خاص بالقناة هنا اسمه ادارة النظام والخوادم هو اللي راح تكلم به دائم بين وقته الثاني عند دروس خاصة بادارة الخدمات لذلك كيف تقوم به سيرفر ان تجيب اي توزيعه وتنزل عندك لانه في النهاية برنامج السامبها موجود على كل التوزيعات برنامج الافتيبي موجود على كل التوزيعات سكيور شل على كل التوزيعات الميل سيرفر على كل INTوزيعات وبنفس الاسم نفس طريقة التجزيقية نفس طريقة التشغيل كيف تقوم به تخصية اختلف التوزيعه هذا الى هذه مدير البرامج وبعض البدارات البتضيطة جدا وخلاص .. اذا كنت تعرف للادارة الانقدارية للنظام ستستعمل هذه الفكرة تمام من اختار توزيع من اجيب توزيع توزيعات كديرة شيف اللي يعجبك واستخدمه خلاصة الحديث السيرفر في اكثر من نوع تكلمنا عن النوعين اللي هو المحلي والخارجي الخارجي كيف تسويه مرح تتكلم عنه بالقناة حاليا اظرا لان قد يكون ممنوع انك تتكلم عنه قد يكون لان اذكر انه في منع معين انك تسوي سيرفر محلي انا هذا اللي اذكره والله اعلم ما ادري المنع هذا موجود ولا لا لكن السيرفر الخارجي عشان تسوي لك سيرفر يعني تربطه بالويب او بالانترنت بشكل عام توصله الناس تحتاج الى خدمة دي ان اس وخدمة اي بي ثابت ودومين اذا كنت تحتاج دوين او ممكن تستفيد من اللذي ابحث بالجوجل ابحث بالياهو ابحث بالبنك ابحث باي مكان عن فري دي ان اس بتحصل خدمات كديرة هذا هو اللي تحتاجه تربطت دي ان اس هذا عندك فلو كمبيوتر وتسوي خدمة تربط بالاي بي ذاك وبعدين اي شخص يقدر يدخل على جهازك بس انتبه لما تتحول الانترنت او تحول السيرفر من محلي الى خارجي هنا بتدخل بكوارث طويلة جدا لانه اذا تحول خارجي راح تجي كلاس متطفلين كثيرين يحاولون يخترقون و اي لاخره فالحماية الخارجية راح تكون عبء عليك لانه الحماية الداخلية موضوع بسيط وهي مهمة اهم خطوة لكنه الحماية الخارجية اكثر ازعاج لانه محليا ممكن تعرف المستخدمين تسكر عليهم و خلاص لكن خارجيا حتى خارجيا تقدر تشامك تحط حد معين للمستخدمين هذه فكرة السيرفرات كيف تبني السيرف تجيب اي توزيع حط الخدمات عالية انواع السيرفرات خلصنا منها افضل توزيع شوف توزيع تنسبك نزل البرامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة